موسيقى أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدين وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار نقدمها لحضراتكم من قناة حضر موت الفضائية والبداية بأبرز العناوين موسيقى اللجنة العليا الإشرافية لموسم الحج تناقش الاستعدادات لموسم الحج العام الهجري الف واربعمائة وستة واربعين موسيقى اللجنة الرئيسة لبطولة كأس حضر موت الثامنة تقر إقامة المباراة النهائية للبطولة على ملعب سيئون الأولمبي موسيقى ومطالبات بوجود مركز متخصص لحالات الحروق في حضر موت موسيقى موسيقى ومن العنوين إلى التفاصيل حياكم الله ناقشت اللجنة العليا الإشرافية لموسم الحج في اجتماعها بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور محمد شبيبة لاستعدادات لموسم الحج للعام الهجري الحالي وأتطرق الاجتماع إلى مرحلة تدشين وتسجيل الحجاج وما يرافقها من إجراءات تكاملية بين كل الجهات المشاركة وضرورة سرعة إعلان موسم الحج حتى يتسنى للمنشآت المعتمدة بدء التسجيل والتمكن من الحصول على باقات الخدمات المقدمة في الأراضي والمشاعر المقدسة وأكد الوزير شبيبة أهمية تضافر الجهود بين جميع الجهات ذات العلاقة وشددا على أهمية الشفافية والوضوح أثناء اتخاذ القرارات وتحمل المسئولية الجماعية في الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لحجاج بلادنا أقرت اللجنة الرئيسة لبطولة كأس حضر موت الثامنة لكرة القدم اعتماد يوم الجمعة الخامس والعشرين من أكتوبر الجاري موعدا للمباراة النهائية التي ستجمع ناديي المكلة والبرق على استاد سيئون الأولمبي كما أقرت اللجنة في اجتماعها مع محافظ حضر موت مبخوت بن ماضي بالمكلة إقامة مباراة تحديد المركز الثالث التي ستجمع ناديي اتفاق الحوطة وسمعون يوم الخميسة الرابع والعشرين من أكتوبر باستاد سيئون الأولمبي واستعرض لاجتماع التقارير الفنية عن النسخة الثامنة وملاحظات التطوير للنسخة القادمة وأكد المحافظ بن ماضي أهمية المباراة النهائية في إبراز مكانة حضر موت موجها بالتحضير الجيد للمباراة وتسهيل دخول الجماهير الرياضية وفي السياق نفسه طلع وكيل وادي وصحرى حضر موت عامر العامري على التحضيرات والتجهيزات التي يجريها مكتب الشباب والرياضة بوادي وصحرى حضر موت تمهيدا لاحتضان استاد سيئون الأولمبي لنهائي كأس حضر موت الثامنة وطلع الوكيل العامري من المدير العام لمكتب الشباب والرياضة بوادي حضر موت مجدي بن طلب طلع على الترتبات التي يجريها المكتب بالتنسيق مع لجنة كأس حضر موت لضمان نجاح تنظيم نهائي البطولة واستقبال وخروج الجماهير بن سيابية وكانت اللجنة الرئيسة لبطولة كأس حضر موت لكرة القدم ما قررت في اجتماعها اعتماد يوم الجمعة الخامس والعشرين من اكتوبر الجاري موعدا للمباراة النهائية على استاد سيئون الأولمبي تسبقها بيوم واحد فقط مباراة تحديد المركز الثالث باستاد سيئون الأولمبي يطالب الكثير من المواطنين في حضر موت بوجود مركز متخصص لحالات الحروق في حضر موت حيث أنه لا يوجد مركز متخصص لحالات الحروق في المحافظة وهو ما يسبب كارثة عند حالات الحروق والتشوهات التي من الممكن أن تؤدي إلى الوفاة نتابع معكم جملة من أراء المواطنين حول هذه المطالبات التخصصات أكثرها فيها نقص وعلى راسم جانب تخصص الحروق فهذا جانب مهم جدا لأنه يتكرر بين لحظة وحين يعني يتكرر في البيوت يتكرر في المصانع يتكرر في المنشآة الخاصة ومنشآة الحكومية فالإنسان عرض لهذه الأشياء بأن لحظة وحين فيه جزية بسيطة يعني فيه ناس من أبناء غير باوزير تم التعرض للحريق والسبب ذلك يعني إهمال عدم إسعافهم بسرعة وتلقي الجانب الصحي لهم السليم يعني لسلامتهم المفروض أقل الحاية حتى يكون مركز حكومي أقل الحاية يكون أقل الحاية مركز حكومي تابع مثلا للدفاع المدنية وتابع للصحة أو شيء تابع للحروق لأنه تعرف أنت سبحان الله يوم من اليوم محترق بيت أو محترق يعني زي ما تقول إيش الحروق العاجلة أو الشيء أو الإسعافات العاجلية يعني السريعة تخصص الحروق في حضر موت مش موجود وهذا يدل على أنه ما فيه اهتمام يودي لأوفايات على طول ولازم يقوموا ويهتموا بالشعب هذا بشر مش حيوانات نرجو إلى من يهم الأمر أن يناظروا في هذه الحالات التي توجد في محافظة حضر موت مثل اللي صار الحريق قبل أسبوع ممكن صاروا نفايات فيه وعانوا الناس والله هذا مشكلة كبيرة فعلا الأحداث الخير اللي صارت هذا أثرت كثير وتأثرنا بها كثير خمس حالات مهي هينا أرواح الناس مهي بسيطة يفترض يكون موجود مراكز موجودة ومعدات وتخصصات تخصص مهم جدا حق الحريق هذا مهم جدا جدا لأنه دائما يحصل الحريق شفت فيفترض يكون فيه تخصص موجود من هذا الجانب بحيث أنه يتداركوا ويسعفهم يكون في أحد يسعفهم مباشرة وهذا برضو يعتبر من التقصير من جانب الدولة في هذا الجانب وإلا حضرموت محافظة كحضرموت المفروض أنها يتكون عندها مراكز بحكم اتساع الرقعة الجغرافية لهذه المحافظة وكثرة الناس برضو واللي تعتبر الآن مأوى وملجة لكثير من الناس من المحافظات الأخرى حتى بالنسبة للتخصص الحريق في محافظة حضرموت لا يوجد بصورة خاصة والمحافظة هذه تعاني من هذا فيه ناس يعني يتعرضوا للوفاة بسبب هذا المرض ولا حصلوا العلاج الكافي له يعني السلطة المحلية تطلب من المرة الأولى قبل كده قبل فترة حصول الحريق هذه الناقلة تنفضل احترقت في بويش برضو يعني ماتوا كمية يعني مجموعة اشخاص يعني مو واحد الاثنين ولا عشرة يعني عدة افراد ماتوا الحضرموت لا يوجد فيها مركز صحي مختص بالحروق وذلك نشاهد لما تعرض الحاجات حروق الناس يعني تكثر الوفيات نرجع من السلطة المحلية بالمحافظة الاهتمام بهذا الموضوع السبوع الماضي ماتوا خمسة افراد بسبب عدم وجود مركز متخصص للحروق نرجع من السلطات المحلية في حضرموت الاعتناب بهذا الشيء وبهذا التخصص لاستكمال جميع التخصصات الطبية في حضرموت ضروري من يتطلب وجود مركز متخصص للحروق في حضرموت ناقشت لجنة الخدمات والتحسين بمحافظة شبوى في اجتماعها برأسة المحافظ عوض بن الوزير جملة من القضايا المرتبطة بنشاطها العام وتعزيز دورها في جوانب الخدمات واستعرض رئيس اللجنة الوكيل المساعد للمحافظة علي الكندي استعرض مستوى تنفيذ القرارات المتخذة في اجتماع اللجنة السابق موضحا أسباب تعثر البعض منها واشدد المحافظ بن الوزير على ضرورة إنجاز جميع مهام اللجنة لافتا بهميتها في الحفاظ على المخططات الحضرية للمدينة وإيقاف عمليات البسط والاعتداءات العشوائية عليها وجها بضرورة الإسراء في إعادة تنظيم الأسواق العامة وتشديد الرقابة على أسعار بيع الخضار افتتح بمدينة الشحر بنكو أمجاد للتمويل الأصغر الإسلامي وخلال فعالية الافتتاح أكد رئيس مجلس إدارة البنك فايز بن قربان أكد التزام البنك بتقديم خدمات مالية مبتكرة تواكب تطلعات المجتمع وتلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات على حد سوى من جانبه أشار المدير العام للبنك عمر المزلم إلى أن افتتاح البنك يحمل في طياته رؤية طموحة لتطوير القطاع المصرفي المحلي من خلال تقديم حلول تمويلية شاملة تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في التنمية المستدامة وتسهيل التعاملات المصرفية طبعا فخورين اليوم أن نكون في مدينة الشحر مدينة المحضار المدينة التي تحتوي على كثير من المراكز الرئيسية لشركات الصرافة والآن تتحول كبير ونوعي في مدينة الشحر أنها تحتوي الآن على كثير من المراكز لبنوك وهذا شيء طيب فإنما يدل على أهمية هذه المدينة أهمية الاقتصادية وأهمية الموقعية وأهمية الإنسانية وأهمية التعليمية لهذه المدينة ونحن بدورنا في البنك المركزي ومع القيادة العامة في المركز عدن الأستاذ منصور ومحافظة البنك مستعدين لتقديم كل التسهيلات للبنك مجاد بنك التمويل الأصغر الإسلامي الذي سوف يكون رافض بإذن الله مع بقية البنوك المفتوحة في اليمن نحن اليوم مساعدة جدا نكون متبالدين في شفاح بنك مجاد وهو أحد البنوك الرائدة ومحلات التصيرفة في هذه المدرية بدورها طبعا نحن مدرية الشهر أصبح فيها تساعر رقعة النشاط التجاري والسمكي فهي مدرية كبيرة وأصبحت في توسع جغرافي واقتصادي كبير فالبنوك طبعا سوف تقدم خدمة كبيرة للعملاء وسوف ترفض الشباب بالتمويلات الصغيرة المشاريع الصغيرة تنمية ما يحرفهم فتخلق فرص عمل أكتر للتساعر هذا النشاط التجاري بلا شك البنوك والصرافات في مدينة الشهر أصبحت الآن في توسع نحن طبعا فخورين سوف نقدم كل التسهيلات الاستقرار الأمني في المدينة برضه يلعب دوره في فتح مثل هذه المشاريع نتمنى لجميع التوفيق وإن شاء الله فمستقبل هذا مفضل إن شاء الله في هذا اليوم الموافق عشر من شهر عشر لعام 2024 تم افتتاح بنك أمجاد للتمويل الأصغر المركز الرئيسي وبإذن الله سيعقب هذا الفرع عشر فروع خلال هذا العام ولذلك نحن ندعو جميع العملاء لمشاركتنا هذه الفرحة وللتقدم إلى جميع فروعنا لتستم افتتاحها للحصول على الخدمات المالية والتمويلية والمصرفية المتطورة ونتمنى أن تنال رضاهم واستحسانهم وفي أشان الفلسطيني أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة استشهاد ستة وعشرين شخصا نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف مدرسة تؤوي نازحين غربي مدينة دير البلح وسط القطاع وقال المكتب في بيان إن جيش الاحتلال ارتكب مذبحة فضيعة بقصف مدرسة رفيدة للنازحين في دير البلح راح ضحيتها ستة وعشرون شهيدا وأكثر من 92 جريحا غالبيتهم من الأطفال والنساء مؤكدا أن هذه المدرسة تضم آلاف النازحين الأطفال والنساء الذين شردهم الاحتلال من منازلهم وأفاد بأن هذه المذبحة ترفع عدد مراكز الإيواء والنزوح التي قصف الاحتلال الإسرائيلي إلى 190 مركزا للنزوح والإيواء وتأتي هذه الجريمة الجديدة بالتزام مع صعوبة الواقع الصحي في المحافظة الوسطى التي يقتنها حاليا أكثر من مليون إنسان وطلب كل دول العالم بإدانة هذه الجرائم المستمرة ضد النازحين وضد المدنيين وضد الأطفال والنساء رياضيا أعلن نجم كرة المضرب الإسباني رفايل ندال أنه سيعتزل اللعبة بعد نهائيات كأس ديفس للمنتخبات والمقررة الشهر المقبل وقال حامل لقب 22 بطولة كبرى في شريط فيديو على حسابه أنه سيعتزل كرة المضرب الاحترافية وأنه عاش سنوات صعبة خصوصا آخر عامين وأضاف ندال الذي تعرض لإصابات كثيرة في السنوات الأخيرة أنه حان الوقت لوضع حد لمسيرة طويلة وناجحة جدا لدرجة لم يكن يتوقعها وكان ندال سيطر على كرة المضرب العالمية لسنوات مع السويسري المعتزل روجي فيدرر وصر بينوفاك جوكوفيتش وحقق الثلاث معا لقب 66 بطولة كبرى وتلعب إسبانيا في ربع نهائي كأس ديفس مع هولندا في التاسع عشر من شهر نوفمبر المقبل وفي حال فوزها تواجه المتأهل بين ألمانيا وكندا في حين يقام النهائي في الرابع والعشرين من الشهر المقبل ختام النشر مشاهدين إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء اللجنة العليا الإشرافية لموسم الحج تناقش الاستعدادات لموسم الحج العام الهجري الحالي النجنة الرئيسة لبطولة كأس حضر موت الثامنة تقر إقامة المباراة النهائية للبطولة على ملعب سيئون الأولمبي ومطالبات بوجود مركز متخصص لحالات الحروق في حضر موت وفي ختام النشر مشاهدين الكرام تقبلوا التحياتي وتحياتي الزبلة فريق العمل ولمزيد من الأخبار تابعوا صفحاتنا على مواقع التوصل الاجتماعي آت حضر موت تي في بأمان الله اشتركوا في القناة